اشتركوا في القناة طبعا بعض الأشخاص يقول لك اوه يعني ما في ميزات لا ما في ميزات لكن في تحسينات هذا يعني مثلا اذا كان عندك IOS 14.4 ونزل ل IOS 14.5 في ميزات في تحسينات الى تغير الرقم الثاني اذا كان عندك IOS 14.5 ونزل بعدين 14.5 رقم الثالث تغير فعرف انه تحسينات تحسينات ترى مهمة انا بالنسبة لي اهم من الرقم الثاني يتغير فخلنا نعطيكمهم البداية اذا الرقم الاول تغير من IOS 14 الى 15 فميزات قوية يتغير الرقم الثاني من IOS 14.0 او 14 الى 14.1 او 14.2 عرف انه في ميزات برضو اما الرقم الثالث اذا نزل عندك 14.1 ونزل عندك 14.2 عرف انه في تحسينات على IOS 14.1 تحسينات احيانا اخطاء في الجهاز وبرضو سد ثقرات شي مهم الرقم الثالث مهم لامان جهازك للمشاكل في جهازك مهم قبل ما تنزلك سفتوير تبطئ الجهاز اذا ابل بتسوي لكسفتوير تبطئ الجهاز في شركات ثانية تدور الزلة على ابل كان على طول ابل يشتكون عليها وفيه هاكر والاشياء دي مثل ما صار على الايفون 7 يوم صارت انه تبطئ البطارية وهذه الشي تكلم نعم نزمان انه شي حلو ومش حلو في نفس الوقت حلو انه يبطئ الجهاز عشان البطارية ما تطفي عندك في 20-100-300 لكن الشي المش حلو كان تقول حق العميل يعني قبل ما تسوي دي الشي والعميل عند الخيار نيطفي وشكله مثل ما الان صار موجود عندك لو تخشل الادادات تروح حق البطارية عندك هنا وتشوف نسبة البطارية عندك الهيلت لحق البطارية وتشوف ان الجهاز حقك هنا هل يشتغل على اداء ولا لا يعني ما لك شغل بالرقم اللي هنا هنا نزل 70-60-90-100 الرقم هذا لكن تقراه هنا هل اداء جهازك الان على الاداء فعرف ان الجهاز ما صار بطيء من هنا الخيار هذا الحركة الحلو اللي حطت هنا أبو طيب على شخص يقول لك أنا جهازي 90% الهيلت لحق البطارية حدثت الجهاز وصارت 55% طبعا لم رح تسوي دي لكن يعني انقصت يعني هذا السوفتير هذا خرب البطارية عندك لا ما خرب البطارية الجهاز حقك قردي انقصت يعني مثلا أنا جهازي حين 88 فعليا كشاشة هنا مكتوب 88 لكن الأصل ان نزلت كان الجهاز حقي حين مثلا مش 88 نقدر نقول 87 85 مثلا انقصت لكن ما تغير عندي هنا بسبب ان السوفتير ما سوت شيك ما شيكها البطارية لكن اذا حدثت الجهاز فوقت ما يطلع اللوغو عندك وأبل قعد العلامة تمشي تحت يرتب الملفات وكل شي في دلوقت يشيك على الهيلت لحق البطارية وشقلت الجهاز انقصت البطارية ففعليا مش السوفتير اللي نقص من أداء البطارية البطارية حقتك تنقص حتى لو تترك الجهاز زي كده ما تستخدمها تنقص البطارية تطف الجهاز تنقص البطارية لكن ما رح تنقص نفس الاستخدام لكن رح تنقص البطارية البطارية مواد كيميائية في البطارية بطارية لازم تخترب بطارية السيارة لازم تخترب بطارية الريموت لازم تخترب كل شيء في الدنيا لازم يخترب في بطارية بطارية فيها مواد كيميائية لازم تخترب انت بكيفك قعد تقصر وتطول على كيف استخدامك وانك ما ترفع حرارة الجهاز والاشياء دي بس اما كبطارية لازم تخترب لازم تخترب حتى لو تترك الجهاز تقفله وتحطه بعيد تخترب لأنه بطارية لعمر افتراضي يعني كأنك أنت مثلاً لمثال كثيرة جبتك شريت خبز وحطيت على الطاولة أنت مستخدمتها لكن يخترب لكن نحن متعودين أن الأشياء دي عندما فيه اكسبير فيه أشياء ثانية ترحت البطارية فيها عمر افتراضي لازم تخترب البطارية إذا جهازك جلس معك سنة إلى سنتين وبطارية إلى الآن أفضل أداء هذا أنت سويت أفضل شيء في الدنيا خلاص يعني الآن خلاص لازم تغيير البطارية هذا الشيء الأول الشيء الثاني также وبعمل أكثر يقول لك الجهاز صار بطيء أو قبل ق leve تبطأ الجهاز قبل ما تبطأ الجهاز قبل تعطيك ميزات جديدة لكن إذا نزلت لك مثلاً äsident جهازك للأيوس 14 عليه و هو أصل جهازك ينازل عليه لأيوس 12 مثلاً طيب نزلت بعدين ميزات الجيدة أيوس 13 بعدين نزلت ميزات بعدها أيوس 14 بعدين مزلت ميزات بعدها أيوس 15 انت تبه ميزات الميزات لازم تتقل على المعالج الداخلي معالج جهازك أصلا في ذاك الوقت أفضل جهاز موجود أو أفضل معالج موجود أنت قعد تنزل الميزات وما تبي يبطأ كيف تيجي دي ما تيجي يعني كأنك أنت عندك سيارة تبي تحط حمولة عليها وما تبيها تصير ثقيلة ما تيجي دي دائما ممكن الجن يعني التعامل مع الجن يمكن يسوونها لكن كجهاز ما تقر تسويها وعادي جهازك قديم مع السوفتيارات الجديدة اللي قدام لازم يصير حار ليش لأنه جهازك ثقل سوفتيارات علي جديدة ثقيلة عليه فلازم يكون حار لأنك أنت قاعد تلعب في الجهاز قاعد يشتغل بقوة قاعد يسخن كأنك أنت قاعد تسوي أشياء قوية عليه فهذا شي طبيعي الحل أنك تفرمت الجهاز وترجع يعني مثلا تعالي ضبط المصنع وتستخدمه قدام لكن ما رح يرجع لك نفس ما شريته شي طبيعي تبي ميزات لازم يقل من أداء هذا الشي يعني ما في إنسان الآن عند الآيفون مثلا 6 هذا الآيفون 6 ويقول جهازي صار بطيء ويقطع ويتفلسف على أشياء ليش الشركة صار بطيء جهازك خلاص جهازك خلص عمره أمر الافتراض يخلص جهازك إلى الآن تستخدم جهازك ويخرف أنك تستخدم لحق الأشياء خفيفة مرة ما في إنسان مشارل الآيفون 6 قاعد يستخدمه ويبي على بوب جي ويبي على الألعاب القوية وما يصير بطيء وما في خلاص يعني يتوقع العالم الجيمينج معروفين كيف كل سنة يحثون نظر جهازاتهم والكمبيوتر يركبون لك جي بي وجديد وما أدري شو أنه معروفين ذاك العالم فجهازك عندك جيمينج عندك الأشياء ذي أنت داخل ذا القطاع ذي لازم تصرف فيه سنتين ثلاث سنوات بالكثير تغير جهازك شي طبيعي وتستخدمه كثيرا وفي إن البطارية ستغل بسرعة جيمينج على جوالك إذا خلص سنة معك ممتاز ونتقعد على طوت شحنه وكل الأشياء الثانية فهذه الأشياء نرجع مرة ثانية معاكم أتوقع أني طورت على هذه الأشياء فالمودنفرمير لم تغير على حسب الجهاز لك أيضا فما قدر أقول لكم تغير أو لا تغير وأنا كان السوفتير للي على الجهاز هذا ليس لأيوس 14.4 أو لأيوس 14.3 فتغير بالنسبة لي من الثلاثة إلى الثلاثة تحديثات تغريبة هذا الجهاز مستخدمه هذا الجهاز محطوط لتصوير لحق البيتا وأصور بهذا الجهاز طيب مثل ما نشوف الانتوتو هذا الانتوتو عندي تغريبا على ايوس 14.3 سنشوف قدامه فهذا البيتا تخيل أنت عندك جهاز ليفون 10R وهذا الأداء الجهاز حقك لحق دلعاب مثل ما نشوف 42 الآن الانتوتو بعد ما حدثته نشوف بعض الأشخاص اللي يقول لك أوه حدث جهازي يقول الأداء أبل تخرب الجهاز شوفه كيفه الآن حدثت الجهاز تحديث جديد شوفه كيف وصلتها من ال42 هذا النظام هذا القديم إلى 45 شوفه كيف يعني ما قدر أقول لك أن لا ما فيه تحسين لا فيه تحسين من ال42 إلى ال45 فيه تحسين هل لازم تحسى؟ لا لازم تحسين في الثلاثة اللي ستكون موجودة لماذا؟ لأنه قويه كأداء لو نشوف الـ Geekbench برضو هذا هنا قبل ما حدثت وبعد ما حدثت هذا على السوفتوير ليوس 14.3 الآن ليوس 14.4.2 هذه التغييرات اللي هنا موجودة مثل ما نشوف السنجل كور ما فيه تغيير المالتي كور بالقوة فيه تغيير مثل ما نشوف يعني أبل أن نزلت النظام الجديد قدام عدلت الجهاز عدلت الأداء الجهاز برضو صار سلس أفضل صار الحق للعاب أفضل يكون في الأداء واستخدامك للعاب مثل ما نشوف يعني من 19 إلى 28 مثل ما نشوف يعني كان 1965 إلى 2888 عندي في جهازي هذا طبعا بالنسبة لي كان هذا يكون أعلى لأن هذا الجهاز مرمي الجهاز بارد وكل شيء ما فيه سوفتير نازل عليه وكل شيء جهاز مرمي من زمان ما حدثته شغلت الجهاز أنا استخدمي في التصوير مثل ما قلت لكم شغلته وسويته على طول تست وهذا التست الثاني هذا بعد ما حدثته وبعد ما قاعد يشتغل الجهاز وسخن الجهاز شوي تركته شوي يبرد بس قاعد يشتغل يعني وسويت له أنا كنت بالنسبة لي كان هذا رح يكون أقل لأن الجهاز انكرف قبل شوي المهم لو شوف الكمبيوت ما سويت إلا مرة للأسف لكن مثل ما نشوف 14.3 هنا فأسوي وارجع لكم مرة ثانية هذا اليوس 14.3 أسوي لكم الحين على اليوس 14.4.2 وارجع لنا معاكم بعد ما نخلص نشوف معاكم هنا في اختلاف بس بسيط بالنسبة لي هنا الكمبيوت يعني ها الأداء هنا كان 5287 حين 5400 و 429 برضو في اختلاف بسيط لكن لا توقع أنه صار جهازك بطيء صار خربت الشركة جهازك لا في تحسين يعني كل الأرقام اللي سويتها أنا كلهم فيهم تحسين فيهم بروفز كلهم يعني على الانتوتو على القيك بنش استخدامي الخفيف هنا معني ما استخدمي كثير جهاز صح لكن حاط لي مثلا سناب شات الخاص فيني هنا أشياء ثانية في التصوير ما تصوير رسائل بعض الأشياء استخدمي يعني مثل ما نقول مش يوميا لكن ما شفتي فرقة الآن استدهم جهاز عدل يعني فبس هذا كل شيء اللي نزل هنا وبرضو طبعا نزل على حق الابل ووتش فأتمنى كل شخص أتمنى كل شخص أتمنى كل شخص أتمنى كل شخص مهتم في جهازه مهتم في الأمان يحدث حق هذا السوفت تهير أنا بالنسبة لي ما أقول حق أي شخص يحدث حق نظام جديد إلا للأنظمة اللي فيهم سكيور للأنظمة اللي فيهم سد ثغرات أسبوع الجاو أسبوع اللي بعد إذا نزل iOS 14.5 ما يحتاج تحدث لا تحدث عادي خلك على السوفت تهير اللي عندك iOS 14.4.2 لكن إذا كنت على السوفت تهير قبل أنك تحدث لحق هذا السوفت تهير أما الثاني iOS 14.5 صح في ميزات تبقى يحدث رح يكون فيه سكيور ومسكر كل شيء لكن ما رح يضر في جهازك ذاك رح يعطيك ميزات فقط هنا لا إذا ما حدث رح يضر في جهازك فبس في أفنانية الفيديو لا تنسوا ونشتراك في الغناة واشتراك في حسابي شارك في ضواتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوا وضر دعاكم والسلام عليكم